تابعونا لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات الفريق الفاسي كانت سببا مباشرا فيما أعقب سافرة الحكم الاحتقان الذي تعيشه الجماهير العسكرية منذ فترة بسبب سوء نتائج فريقها ظهر جاليا خسائر مادية وأخرى بشرية بين عناصر الأمن وبعد جماهير الماص لجنة الاندباط التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أعلنت عسراء أمس عن قراراتها الخاصة بما جرى العقبة الجيش بأهلاق منعبه أمام الجمهور فيما تبقى من الموسم كما يمنع جمهوره من التنقل إلى أي مرعب آخر بينما عقب المغرب الفاسي بمبارتين دون حضور الجمهور هذا وكانت المسارح الأمنية أعلنت عن ضبط 160 شخصا من بينهم 90 قاسرا تورطوا في هذه الأحداث التي أعادت الكرة المغربية من جديد إلى نقطة السفر فيما يتعلق بمحاربة الشغب نتعرف على وجهة النظر الأمنية مع محمد بصفور إدار أمني سابق بالمدرية العامة للأمن الوطني جميع الجماهير والجلطرة اللي كانت في المغرب براجة متفاوية كلهم تقلصوا مع رجال الأمن كلهم تقلصوا مع مصاحة الأمنية أسبوعياً تبقى الترتيبات الأمنية اللي خصت تقاموا تنظيم مياهوة إلى آخره باش يسهلوا بأمور شنو عندكم تشفوه شنو كاين شنو غامديرو فين هاته دوقتاش غا تجيوه في صباح هذا ونغتاش غامقفوا معكم نعطيكم تطير من لازم الأمني إلى آخر أكتبان بأنه كان هذا هو الخلال في البنية ولي كان في الجمهور يعني مع أنها خصت رجع مباشرة وتقابل المسائل وتقابل نفسها في الصيفة وفي ستاتيو دي المجمهور للساعة يكون نثق وإلا أن هذه خصت منها عمل المقابلات بالمطلق دوراً لولاً التانية تقابل بعد البطول هذي والبطول الجاي ونشوفه ماشي هدوه يتحلم المجال لهم تدروا هدو المآسي وتتحكيب هدو الفضائع في الملاحب إحنا كان باقي الآن هذا هو النموذج هذه العاقة ذي الإضاءة العامة والمواطر العاقة ذي الأمن هو أنه يكون واحد تواصل يكون واحد كوميليكاسيون والناس تقبلها لحيث الكوميليكاسيون بداية قبول قبول لأطراف دي قليل السبزة يكون واحد رفق ويكون واحد تعنيو يكون واحد تعالي على واحد المنظومة التي هي دي البلاد دي الدولة فهلناس احنا متراحة الدولة ساقيمة أصلح بها هاد الناس غني يتحقبوه ماشي غير العقوبات دي الجامعة الملكة الكرة القرام لصدرات هذه الأشياء لا تنقولوا هدو ما يبقاش يدوزوا التيران حتى نشوفوا تحكم السلوك ديانه محمد بوصفور ايطار أمني سابق بالموديلية العام الأمني الوطني كان حاضر في برنامجي مايا دين أمس علاقة بمسابقة كأس العرش وجرية الاثنين قرعة مباريات دورة السمن النهائي شباب أتلس خنفر يواجه اتحاد توارق المغرب الفاسي أمام أولمبيك آسف الدفاع الحسني الجديدي أمام نهات التبركان أو مردية وجدة ثم رجاء بني ملالي لعب أمام الشباب قصب التدلع أو الرجاء البيضوي شباب السوالم أمام يوسفية برشير حسنية أقادير أمام الفتحة الريباطي والفائز من مباراة اتفاق المراكشي والويداد البيضوي أمام الشباب المحمدية وأخيرا جمعية المنصورية أمام اتحاد تنجح في أخبار الأندية المغربية احتج فريق نهات التبركان رسمية لدى الكونفيدرالية الأفريقية على ما أسمه ظلما تحكيميا تعرض له في مباراة سيمبر التنزانية الأحد من الجولة الرابعة من مسابقة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي قادها الكونغولي جون جاك ندالا نغامبو تقدم الفريق البركاني برسالة احتجاجية للكاف تتضمن أيضا ما حدث بعد المباراة حيث تعرضت بعثة الفريق لاعتداءات من طرفي الجانبي التنزاني كرة القدمة الأوروبية الآن والبداية بالحديث عن الليغة الإسبانية قبل مباراة الكلاسيكو نهاية الأسبوع الجاري تمكن ريال مدريد من تعميق فارق النقاط عن مطارده المباشر إشبيليا إلى عشر نقاط بعد فوزه على مايوركا بثلاثة أهدف دون رأى الثنائية وقع كريم بنزيمة الذي أصبح أكثر من سجل أهدفا في تاريخ فرنسا بعد وصوله إلى الهدف رقم 412 متجاوزا رقم تيريونري رقم آخر كسير لكن في إيطاليا هذه المرة تشيرو إيموبيلي أصبح أكثر من سجل بقميسي لاتسيو في السرياء بوصوله للهدف الرابع والأربعين بعد المئة متجاوزا سيلفيو بيولي إيمو إيموبيلي سجل الهدف الفوز على فينيسيا وفي إنجلترا يزدد الضغط على مانشستر سيتي بعد الانتصالات المتتالية لليفربول في البرمير ليغ مع تعثر السيتي أمام كريستال بلاس أصبح بإمكان ليفربول تقليص فرق النقاط إلى نقطة فقط في حال فوزه في المباراة المؤجلة أمام أرسنال الأربع المقبلة نبقى في القارة العجوز والدفعة الثانية والأخيرة من المباريات إيابي ثم النهائي من دور الأبطال التي تنطلق اليوم أياكس الهولندي يستديف وبنفيكا البورتغالي مباراة الذهاب انتهت بهدفين لمثلهما ثم منشستر يونايتد مع المتعلق كريسيان رونالدو يستديف أتليتيكو مادريد الذهاب كان انتهى أيضا متكافئا بهدفين لمثله نتحول إلى بقريادات البداية بالغولف الأسترالي كاميرون سميث تنافس بشراسة حتى الرمق الأخير مع مفاجأة هذه النسخة من The Players Championship مع الهندي أنيربان لاهيري المصنف في المركز الثاني والعشرين بعد 300 أما سميث العشر عالميا أنهى البطولة ب13 ضربة تحت المعدل بفارق دربة واحدة عن لاهيري وفي كرة المدرب أقصي الروسي دانيل ميدفيدف من الدور الثالث لدورة انديانا ويلس الأمريكية أحدى دورة المستر للألف نقطة بخسارة الاثنين أمام الفرنسي جيل مونفيس بمجموعتين لواحدة ولم يهنى ميدفيدف بصدارة التصنيف العالمي سوى ثلاثة أسابيع بعدما كان انتزعها في 28 فبراير من السربي الغائب عن هذه الدورة بسبب عدم أخذه للتطعيم الآن منطقيا تعود السدرة لنوفاك جوكوفيش السابعة والدقيقة الثامن عشر على أمواج ميديان نهاية هذا المعدل